أهلا بكم قدر عائلة مغني الجهاد من ثلاثية الشهادة المرصعة بعماد ونضال وجهاد إلى الأبناء والمرحلة الثانية من الجهاد فنجل عماد مغني شهيدا رابعا في مسيرة طويلة مع إسرائيل وكما والده الذي سقط على الأرض السورية فإن جهاد مغني استهدف في غارة إسرائيلية على موكب لحزب الله كان يضم عددا من العناصر في الجولان فاستشهد سبعة بينهم مسؤول محلي يدعى محمد عيسى حزب الله أكد استهداف موكبه وأعلن أنه سيكشف عن أسماء الشهداء لاحقا أما إسرائيل فلم تعلق رسميا لكن القناة العاشرة قالت أن طائرات إسرائيلية أغارت على مجموعة كانت تعتزم مهاجمة إسرائيل وعلى الجانب اللبناني استنفرت إسرائيل لجهة مزارع شبعة تحسبا لأي رد فعل من حزب الله غير أن الحزب كان لا يزال في مرحلة إحصاء ضحاياه وأعلان أسمائهم قبل البدء بترتيب مراسم التشريع وبعد ذلك لكل غارة حديث وإذا لم يعلن الحزب أي موقف بعد قالت قناة المنار أن إسرائيل تلعب بالنار وأن جنون العدو من تطور قدرات الحزب العسكرية قد يدفعوا إلى مغامرة مكلفة تجعل الشرق الأوسط برمته على المحاك على ضفة المحتفين بالغارة فإن جبهة النصر تسبق إسرائيل برفع شارة النصر والعدو عندما أغار على الموكب إنما هو كان يقدم للنصر هدية لا تتوقعها لسيما أن تواجد موكب حزب الله في منطقة القنيطرة هو مرور خطر في معقل تواجد جبهة النصر حيث يتحصن فيها المقاتلون الذين ينصقون مباشرة مع الجبهة الإسرائيلية يتدربون ويتلقون العلاج في مستشفيات العدو